وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل كامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك للحد من التلوث البيئي كما وجه سيد الرئيس بإلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيس مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهازي مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ولواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولة وصرح متحد سوري أسا بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وأضاف أيضا أنه في إطار مشروعات جهاز الخدمة الوطنية استعراض الواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز في مختلف القطاعات خاصة في مجال الأمن الغذائي بالتنصيق مع وزارة الزراعة بما في ذلك الموقف التنفيذي للمرحلة المختلفة لشركة سايلو فودز والمجازر الألية والمتكاملة إلى جانب زراعات شتلات القصب فضلا عن تطوير مجمعي مصانع قهى وأتفينة ترجمة نانسي قنقر